أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بإنفاق المال في سبيله في كل وقت وفي كل حال وهو لا يعطينا ما يكافئ ما أنفقنا فقط ولكنه يضاعف الأجر مرات ومرات وفي هذا يقول سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء صدق الله العظيم ويشترط لثواب الصدقة ألا يتبعها من ولا أذى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم يا سلام كلام حذو وجوي ونختم هذا الحديث بالتأكيد على شرط أساسي في المال الذي ينفق في سبيل الله سواء في الحج أو الزكاة أو غيرهما من ضروب الإنفاق وهو أن يكون المال من كسب حلال يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ويقول الحديث الشريف إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فالذي يجمع ماله من الربى أو من غيره من المحرمات ماله مردود عليه ولا أجر له فاتقوا الله في كسب المال وفي إنفاقه حتى يكون لكم الأجر والثواب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي هكذا استمعتم إلى حديث الشيخ محمد متول الشعراوي المدرس بالمعهد الديني بطنطا موسيقى 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 موسيقى